اهلا فيكم مشاهدنا جديد تمام معكم ببرنامجنا الصباح المباشر النورو معنا طبعا رح نكفي حديثنا في هذا الإطار الأكاديمي والتربوي وإنما هلأ رح نحكي عن كنفرانس حول حماية الطفولة هذا المؤتمر الذي حصل الأسبوع الماضي طبعا بمشاركة خبراء أكثر حول هذا الموضوع بسعدني مشرفني أني رحب بستوديو في دكتور برنار جداء أهلا وسهلا فيك في تلمير ونورسات طبعا هذا اللقاء كان ديزاراته كتير كبيرة وقت ما حصل فعلا درته توصلته لتوصيات ونتائج فعالة في هذا الإطار بداية خبرنا كيف بلش المشروع ومين المشتركين فيه يعني بعرفي جامعة اليسوعية اليو أجي وفيه كمان ميسيون سويس اللي هي كمان مشاركة بهذا الإطار وأيضا كمان في سنتر فور تشايلد بروتكشن خبرنا بالتفاصيل عن هذا الموضوع هذا مؤتمر وطني ودولي يشارك فيه العاملين في مجال حماية الطفولة والأكاديميين يعني الجامعات وكليات اللي معنية بالصحة والتدريب والتعليم والعلم الاجتماعي والقانون هولي الأربع أسس لحماية الطفولة بالمشاركة أكيد مع هيئة رسمية في ست وزارات شركت بالمؤتمر تقريبا 300 عامل مع الأطفال كانوا مشاركين بالمؤتمر ومؤسسات دولية مثل اليونساف نظمة الصحة العالمية الجمعية الدولية لمنهضة العنف ضد الأطفال اللي هي أكبر جمعية دولية بتشتغل مع 80 دولة مع ألف مهنة في كل هذه الدول عملين ضد العنف ضد الأطفال هلأ الإطار العام هو التقاء بين مومنتوم دولي وإرادة محلية المومنتوم الدولي بدأ في 2016 بين منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة لبناء استراتيجية دولية لحماية الطفولة وتم بداية هذه استراتيجية بنيويورك في 2016 ومنظمة الصحة العالمية أطلقتها من ناحية استراتيجية العملية بجناف في 2017 إذن هذه مومنتوم دولي لبنان بعد ما كان مقلع في هذا المومنتوم الدولي للحقيقة نحنا سعينا أنه لبنان كون أول دولة عربية بس مع الأسف لبنان ما كان دولة عربية كان متأخر شوي عن هذا البرنامج إنما المكونات الأساسية في لبنان هي كانت رائدة على سبيل المثال كلية الطب بالجمعة اليسوعية كانت أول كلية الطب تبني بالشراكة بتبلش الشراكة مع المومنتوم العالمي مع هذه الشراكة العالمية نائبة الأطباء في لبنان أول نائبة عربية كمان تدخل في هذه الشراكة الجامعة اليسوعية الجامعة القديسة هي أول جامعة عم تطلق استراتيجيات حماية الطفولة بإطار سستينبل ديولوبمين جولز يعني أبجيكتيف ديولوبمون ديرابل يعني أهداف التنمية المستدامة اللي هي هالستراتيجية الدولية مكرسة مجهودة من هلأ لألفين وثلاثين لحتى يكون في حماية للأطفال على سعيد الدولي ليش عم نقول هيك؟ لأنه اليوم في مليار طفل بالعالم معرضين للعنف بالوطن العربي في تقريبا بين خمسة وستين وسبعين مليون طفل معرضين للعنف بلبنان تقريبا بين نص مليون ومليون طفل معرضين للعنف في إطار غير حامي للأطفال ضروري أنه نواجه هذا الإطار ونعيد بنائه ما فينا نعيد بنائه بالكسر بدنا نعيد بنائه بالضم يعني لازم المؤسسات الأكاديمية هي الضوة على الدراسات يلي بتدل المساوئ على الأطفال من ناحية ممارسة العنف عليهم ولازم تشتغل كلها مع بعضها تانيا لازم الجمعيات يلي بتشتغل بإطار حماية الطفل جمعيات غير الحكومية هي كمان تكتسب مهارات لحتى تكون هي عندها ممارسة تحمي الطفل وأيضا سياسات لتحمي الطفل يعني ما يكون في طفل معرض للعنف داخل هذه المؤسسات داخل هذه الجمعيات الوزارات المعنية بحماية الطفل كمان يجب أن يكون شريكة لذلك هذا المؤتمر شرك أنا قلت عن المومنتوم يعني هالستراتيجية الدولية بس الإرادة الوطنية والإرادة الوطنية تكرست بجمعية البديسيوسو بالمشاركة لكل المكونات الوطنية اللي حابة هي تشارك وتعطي كمان رأيها وخبراتها وأيضا كمان في مرجعية مش بس مهنية مرجعية روحية الدين المسيحي الدين الإسلامي عبروا عن المشاكل الموجودة في الإطار المجتمعي وأيضا كيف فيها هي تشارك بإيجاد الحلول مش أنك عم تشوف في جمعيات تنتمي إلى عندها مرجعية روحية إن كان بروما ولا بلمانيا ولا بسويسرا ولا بلبنان وبالوطن العربي طبعا اليوم هذا المؤتمر هو الأول من نوعه؟ بشكله أول من نوعه نعم علما أنه إحنا بألفين واربعة بدأنا في مجلس على الطفولة صحيح لجنة حماية الطفولة إذن هذا شيء منه جديد بلبنان إنما بهالتركيبة في مومنتم عالمي في إرادة وطنية وفي دعم مهني وروحي ومشاركة من مكونات الأكاديمية والغير حكومية والحكومية بعتقد أن أول نوعه بهالصورة هذه شو توصلتم من خلال هذا المؤتمر؟ هالبؤتمر كان أكتر شيء مبني على الاستماع يعني كان في بعض المحاضرات يلي بتدل على المشاكل وبعض وسائل للحلول إنما أكتر شيء استمعنا استمعنا إلى الألم يلي بواجه العامل مع الأطفال والعاملة مع الأطفال بكل الأطر اللي ذكرتها استمعنا إلى الخبرات كمان لأنه هالخبرات هايدي المكتسبة إن كان بالجامعة أو إن كان على الأرض بالمخيمات مع الأطفال يلي عندهم مشاكل بتنمية بالنضوج يلي عندهم يعني إذا بديك حاملين أنديكاب كل الأطفال يلي معرضين أكتر للتعنيف كمان اتكلموا عنهم وحتى فيني إليك أنه الأطفال هني شاركوا كمان في هذا المؤتمر وعطوا أراعن أجو تلميز مدرسة وعطوا أراعن بكل حرية وبكل إبداع بدي أقول كمان إذن عمليا حتى الترفيه عند الطفل كان موجود معنا بهذا المؤتمر لأن الحقيقة بتوجه الحقيقة أنه عم بيصير في زيادة للانتحار عند الأطفال عم بيصير في زيادة للتربية العنفية عند الأطفال عم بيصير في زيادة للتنمر البوليينج أرسلمان عم بيصير في زيادة للسايبر بوليينج يعني التنمر الغير المرئي يعني سايبر بوليينج أرسلمان عم بيصير في زيادة لزواج القاصرات عم بيصير في زيادة للممارسة العنفية داخل الأسرة لذلك كمان مش بس ضوينا على كل هالمساوي الموجودة بالمجتمع في لبنان بس ايضا في المجتمعات العربية وايضا الدولية بس نحن بهمنا نلاقي حلول للمجتمع في لبنان وهل الحلول هايدي بدا تكون للأطفال ومع الأطفال لذلك طلعنا بمقررات كتير عملية انه نحن بالإطار القانوني التشريعي فيه قانون اسمه قانون 422 لازم يتم مراجعة المصطلحات الموجودة فيه هو قانون كتير منيحو لازم نحافظ عليه ونتمسك فيه ونطور مكوناته هو نعمل بألفين واثنين بزرر في سبعة عشر سنة تغيرت الممارسات العنفية عند الأطفال لازم نزيدها على القانون اذا بدك بالمراسيم التطبيقية ايضا فيه المرسوم 166 لازم نتخلص منه نهائيا ونصير نحن لبنان أول بلد عربي يمنع العقاب البدني عند الأطفال لأنه هذا ما بولد إلا مشاكل نفسية وجسدية عن الأطفال هذا في الإطار التشريعي لازم تشير تحديث للقوانين لازم تشير فيه مراجعة وليه لازم تحدث لازم تحدث كل حرف بإنسبير بيعني شيء يعني تطبيق القوانين وتحديث القوانين إنما أيضا مراجعة العرف داخل المجتمع شو المنيح بممارساتنا تنثمنه وشو السيء بممارساتنا تنتخلص منه بعدين تدريب العاملين وبعدين رد الفعل يعني لازم المدرب والطبيب والقابلة القانونية والمحامة والقاضي والعمل الاجتماعي والمدير المدرسة وطبيب الأطفال كلهم يعفوا كيف يجب أن يعملوا ردة فعل بس يكون في عندهم حالة عنف عند الأطفال وأيضا كيف ننمي قدرات الأهل بارنتينج يعني أنت بتعرف كتير أهل بحبوا يؤزوا أولادهم قليل إلا عندهم مشاكل نفسية وأمراض نفسية بس أكتريتم مبدون يؤزوا أولادهم بدون الأحسن لأولادهم بس الممارسة مش هك هم تكون مختلفة هذا عن جهل يعني دكتور عن جهل عن غير علم لذلك لازم نحن نمت جسور بين العاملين مع الأطفال والمؤتمنين على الأطفال اللي هن الأهل ونساعدهم كيف ينموا قدراتهم كيف ما يخدوا الطفل كيف يناموا الطفل كيف يحموا الطفل من الإهمال كيف يحموا من العنف الجنسي والعنف الجسدي والعنف المعنوي لازم هالجسور هاي دي تنمد بين المجتمع الأكاديمي والأسرة اللبنانية اللي هي نواة المجتمع في لبنان طبعاً هذا المؤتمر هو مقدمة لمؤتمرات رح تقوموا فيها يمكن أو لجان متابعة لأنه مش معقول بس تكتصر عملكم فقط على هذا المؤتمر عم بيكون في متابعة حسيسة وميدانية وميدانية على الأرض لتعرفوا كل التفاصيل هل عم تقدروا تتوصلوا لنتائج إيجابية من خلال هذه المؤتمرات إن كان بالتعامل مع مراكز لتأهيل أو غيره ما بعرف كيف تصير عادة اللقاءات الميدانية هذا المؤتمر لأنه مبني على ورش عمل هو ليس بداية هو بداية نوعية لا تغيير نمطي ومحدد بسيسات وممارسات اللي نحن معتمدها مع الأطفال إذن فيه أهداف كتير واضحة لهذا المؤتمر منها تشرعية وقانونية منها تعليمية وتدريبية منها أدفوكاسي وزيادة الوعي في المجتمع اللبناني ومن مثلا بلشنا هلأ ديبلوم جديد هو ديبلوم حماية الطفل والتعريف على العنف على الأطفال هذا أول ديبلوم بيصير في لبنان كمان أطلقته جامعة القديس يوسف وهذا يستهدف العاملين مع الأطفال لحتى هن كمان يعرفوا كيف ينقلوا هالخبرات الجديدة داخل المجتمع اللبناني إن كان طبيب الأطفال ولا القابلة الغنونية ولا الممرضة ولا في شتى نواحي العاملين مع الأطفال أيضا لازم يكون فيه سياسات حماية الطفل في كل المجتمع في جمعيات يلي هي على تماس مع الأطفال إن كان شلتر يعني إيوائية لنكون فيه سياسة حماية الطفل داخل القضاء بطريقة إنه كرامة الطفل وحمايته تكون مأمنة داخل المؤسسات القضائية وحتى الأطفال يلي بينزاع مع القانون يجب أن نكونوا محميين داخل الأماكن يلي هن موجودين فيها وكل سياسات الميدياسيون التشريك العمل مع الأطفال كيف نحل المشاكل بطريقة سلمية يجب أن تدخل بالمنهج المدرسي وللحقيقة نحن نتمسنا تغيير في وزارة التربية هناك نواة تغيير في وزارة الصحة في تغيير كمان نمطة في وزارة الشؤون الاجتماعية ومنجسة على الطفولة وابتداء تغيير كمان في وزارة العدل بس أيضاً نحن نتكلين على وزارة الداخلية وقوة الأدل الداخلي لحتى هالتغيير حتى الطفل يلي بوقفوه سير فيه تعام معاملة مختلفة حتى الطفل يلي معنف ودخلوا على الأسرة والمرأة معنفة مثلاً نحن شبكنا بين العنف ضد المرأة والعنف ضد الأطفال كمان كان في تشبيك داخل هذا المؤتمر للمقاربة منهدة العنف ضد المرأة ومقاربة العنف ضد الأطفال وأيضاً كمان نحن عندنا نظرة كتير إيجابية على أول وزيرة للمرأة في لبنان سيدة فيولات خيال الله نعم وهي عاملة وحتى كمان خارج نطاع الإعلام هي عاملة بالسكت بركي بس كتير عملت إشها لحماية الطفولة في لبنان لذلك نحن مش بس نربط المرأة والطفل وحماية المرأة وحماية الطفل إنما أيضاً عندنا طموح أن حماية الطفل وحماية المرأة هن بناء للمجتمع السليم لا تنسي أنه نحن المجتمع أو الدولة يلي رأم 143 بأسوأ الدول من ناحية الهدر والفساد وهالتغيير النمطي اللي مفروض يأمن حماية أكتر للطفل وحماية أكتر للمرأة إن شاء الله بيساعدنا نطلع بسلم الأقل فساداً والأقل هدراً وفي رابط بين تنمية الأطفال السليمة ونضوجة ديمقراطية في الدول لذلك نحن نعتبق أنه عم نبني مجتمع سليم بس نكون عم نؤمن حماية أكتر للأطفال في لبنان وفينا يقول لك أن العاملين مع الأطفال ذو جودة مرتفعة جداً حتى بينظروا للدراسات المعمولة في لبنان والأداء يعني بعطيكي مثل بيعتبروا أن الأداء الصحي في لبنان رأم 23 بالعالم يعني العاملين الصحيين والعاملين في الأطر المهنية مع الأطفال هن من أحضن جودة في العالم العربي وكمان في العالم إذا فيني يكون متواضع إنما أيضاً عم ترجم الحقيقة لأنه أنا بشتغل مع الوطن العربي في حماية الطفولة وكمان مع جمعية الدولية في حماية الطفولة وهن بعبروا عن امتنارهم وتأديرهم للأداء المهنية في لبنان بس بدنا نحن الدولة هي تدعم هذه المهنيين والمؤسسات الأكاديمية اللي بتساهم بحماية الطفولة لذلك كمان من أحد الأشياء عملنا هذا الكتاب وفي عنا ثلاث نقابات نقابة الأطباء، نقابة المردات، نقابة المستشفيات وعنا كمان ستة وزارات يعني مشاركة من خلال انضاء الرمزي في هذا الكتاب وهذا الكتاب رح يساعد العاملين مع الأطفال لحتي يكتسبوا مهارات أكتر وتدريب أحسن لحماية الأطفال في لبنان حلو كتير، لكن احنا أكيد منسمن على كل هذه الجهود اللي عم بتسير ونتأمل تحديث للقوانين كمان اللي بتصب لمصلحة حماية الأطفال وبعرف قديش عملكم المستمر والدقوب هو عم بيوصل إلينا نتائج مرجوة بكافة القطاعات يعني حتى بالوزارات التربوية والداخلية وغيرها وأيضا كمان من أجل تشبيك عم بيسير بين لبنان ومختلف أدوة العربية والعالم أنا بدي أشكرك دكتور برنار بختم الحلقة بتحب تواجه كلمة أخيرة للمشاهدين أنا عندي شكر عميق للعملين مع الأطفال لأن عليهم ضغوط كتير لحتى يهملوا الأطفال وأنا كان فيني أشهد أنه كان فيه 300 عامل معنا بالمؤتمر هن بيضووا لحماية الأطفال وبدأ أشكر الأطفال كمان لأنهم يتحملوا كتير بلبنان وإن شاء الله نقدر نحن وإياهم نقدر نبني مجتمع أحسن لإلهم شكرا لألك دكتور برنار جرداء مشاهدينا المتابعين إحنا معكم وإنما بعض لحظات خليكم معنا